ترجمة نانسي قنقر في غمرة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وما حققته في ظل القيادة الحكيمة من إنجازات نوعية في كافة المجالات خاصة ما تحقق قبل أيام قليلة من إنجاز تعليمي جديد وغير مسبوخ في نتائج اختبارات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم تمس 2019 حيث نالت هذه النتائج كل التقدير والاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وكذلك من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بالإضافة إلى مجلس الوزراء الموقر وكافة المهتمين بالمسيرة التعليمية المباركة حيث ارتفع تحصيل طلبة البحرين مقارنة بالدورات السابقة وفقاً للمعايير الدولية إذ أحرز طلبة مملكة البحرين المركز الأول عربياً في اختبار علوم الصف الرابع والمركز الأول عربياً في اختبار علوم الصف الثامن والمركز الأول عربياً في اختبار رياضيات الصف الثامن في حين حصل طلبة المملكة على المركز الثاني عربياً في اختبار رياضيات الصف الرابع بفارق نقطة واحدة عن الأول عربياً وبذلك تكون مملكة البحرين قد حققت قفزة نوعية ملموسة في التصديف العالمي وفق هذه الدراسة الدولية بالغة الأهمية والتي تشرف عليها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي بمساعدة مؤسسات دولية متخصصة مثل مركز الدراسات الدولية بكلية بوستن والمؤسسة الكندية للإحصاء ومركز معالجة البيانات بهامبورغ وجهاز الاختبار التربوي كما أظهر التقرير إحراز طلبة مملكة البحرين المركز الأول عربياً في اختبار علوم الصف الرابع حيث ارتفع معدل تحصيل الطلبة بمقدار 34 نقطة معيارية وكذلك إحراز طلبة المملكة المركز الأول عربياً في اختبار علوم الصف الثامن مع ارتفاع معدل تحصيلهم بمقدار 20 نقطة معيارية كذلك أحرز طلبة مملكة البحرين المركز الأول عربياً في رياضيات الصف الثامن مع ارتفاع معدل تحصيلهم بمقدار 27 نقطة معيارية فضلاً عن حصول طلبة المملكة على المركز الثاني عربياً في نتائج اختبارات رياضيات الصف الرابع مع ارتفاع معدل التحصيل ب29 نقطة معيارية بالواقع جاءت نتائج طلابنا متميزة للغاية في هذه الدورة دورة 2019 ووضعت هذه النتائج للبحرين في أوائل الدول في العلوم والرياضيات طبعاً إن دل ذلك إنما يدل على اهتمام وزارة التربية بهذه المسوحات طبعاً من جانب ومن جانب آخر هناك تعاون كبير بين المدرسة والأسرة في أداء الطالب بهذه الامتحانات بالنسبة لي باقتصاصي مناهج انعكس هذا على عملي فتم مراجعة الكفايات ومحتوى الكتب اللي عندنا في العلوم الأساسي أهنئ مملكة البحرين على فوزها في الاختبارات التمز الفوز العظيم والمميز الذي حصلت عليه من قبل الاختبارات واستفت الآن من أنني مدارسة أو مناسقة نقلت الجهود هذه إلى مدرستي وإلى معلماتي وقد شهدت هذه الدورة زيادة عدد مدارس البحرين التي تجاوزت المتوسط العالمي مقارنة بعددها في الدورة السابقة عام 2015 حيث ارتفع هذا العدد في اختبار رياضيات الصف الرابع إلى 57 مدرسة في العام 2019 في مقابل 18 مدرسة فقط في 2015 أما في رياضيات الصف الثامن فقد ارتفع عدد المدارس التي تجاوزت المتوسط العالمي إلى 31 مدرسة بعد أن كان 19 مدرسة فقط في 2015 وفي مدة العلوم ازداد عدد المدارس التي تجاوزت هذا المتوسط في الصف الرابع إلى 96 مدرسة في مقابل 39 في عام 2015 كما ارتفع عدد المدارس التي تجاوزت المتوسط العالمي في علوم الصف الثامن إلى 51 مدرسة في مقابل 28 مدرسة في 2015 علما بأن جميع مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة التي بها صف رابع أو ثامن قد شاركت في هذه الدورة إذ بلغ عدد المدارس المشاركة من الصف الرابع 185 مدرسة ومن الصف الثامن 112 مدرسة وبلغ عدد طلبة المشاركين 22400 طالب وطالبة أغلبهم من المدارس الحكومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر